الناس اللي بتعترف اهو طيب من خضم هذا النظام ومن خلال قوة هذا النموذج الإداري الرياضي بكل تفصيلات اللي عرضناها عليكم المدير وهكذا يكون نظام الأهلي اللي أستاذ حسين حلمي صاحب الرجل القانوني صاحب الدور الكبير في التحاضي الكرة لسنوات طوال كتب في صحيفة الوفد وفي عدد من المواقع مقالة يسجل فيها رأيه في المدير التنفيذي للنادي الآلي وأنا كويس أن أنا أقعد في حضرة مدير آخر طريقي للنادي الآلي عشان أنائش هذا المعنى فيما كتبه الأستاذ حسين حلمي بحق الأستاذ الدكتور سعد شهد أستاذ حسين علمي قبل أن يكون مسؤولا في اتحاد الكرة كان المستشار القانوني النادي الآلي صحيح فهي شهادة من واحد لها قيمتها كتب حسين حلمي كلام في الهواء حدود المدير ومنها هتلاحظوا أسباب قوة نموذج الآلي إداريا قال حسين حلمي الدكتور سعد شهد المدير التنفيذي للنادي الآلي نموذج في الإدارة بغض النظر عن أنه أستاذ الإدارة في كلية التربية الرياضية جماعة المنصورة إلا أنه يملك رؤية واضحة لحدود وسلطات وظيفته لا يتجوزها ولا يتدخل في اختصاصات غيره إذا حضر اجتماعا أو مؤتمرا أنا بصحح بس يعني بعكس اللي مكتوب أو يعني اللغة يعني إذا حضر اجتماعا أو مؤتمرا لا تجده يزاحم أعضاء مجلس الإدارة أو يزعم معرفته بكل شيء بالنادي وهو بالتأكيد يعلم فالنادي له رئيس وله المتحدث الرسمي وهم المنوط بهم الحديث باسم النادي لا عجب فالنادي الآلي من أكبر الأندياء التي تحترم الإختصاصات ده معيار القوة وتعطي كل صاحب منصب فيه حرية القيام بعمله المكلف به وإنني لدي تجربة مع الكبير حسن حمدي الرئيس السابق للنادي عندما شغل منصب رئيس رابطة أنديت القسم الأول وبدأ الرجل في إعداد لائحة لعمل اللجنة كان بذات الصفات إنها صفات نادي تربوا عليها هنا ميرس النظام التمسك بالثوابت وإنك تورسها جيل من جيل الأمر الذي أزعج بعض الأقزام هو اللي قيمهم وهو اللي أسهم الأمر الذي أزعج بعض الأقزام فعملوا على إبعاده حتى لا ينجح فخرج الأمر من أيديهم فترك لهم الرجل اللجنة فهؤلاء أصحاب مصالح مع بعض أعضاء الجمعية العمومية على الفكرة ده بشير على إيه؟ آه لما كانوا بيعملوا الانتخابات وحاولوا أنه ما ينجحوش آه هذا الرجل حسن حمدي ترك اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة دون تدخل منه طالما ناقش مع اللجنة واقتنعوا بترك الصياغة لأهلها هذه أخلاق ناد حافظ عليها كل الذين تبوأوا مناصب به لعل سعد شلبي يعطي المثل لكل المديرين التنفيذيين في كل الأندية والاتحادات الذين يتصورون أنفسهم أكبر من أعضاء مجالس الإدارة بالأندية والاتحاد ليس معهم أي علم مثل سعد شلبي ولا موهبته وبعدين لم نقصد أحدا كتابها الوحدية في صوت الروح ده آه بعد مقصد وضع شوف أنا قصرت وتعاملت معاه في لجنة شؤون اللاعبين وتعاملت معاه وأنا في لجنة المسابقات وأنا سكرتير الاتحاد وأنا عدو مجلس إدارة أي الراجل ده أنا يعني أحبه اختلفت معاه أحيانا في بعض الأمور وقد كلها خلافات موضوعية جدا إنما هذا الرجل يعني كان يسعى إلى اجتساب الاحترام حقيقية وكان محترم هو بيشير إلى نقطة مهمة جدا جدا ولما حاب يضرب النموذج بالدكتور سعد قال لهم يا جماعة ده أنا عصرت كمان كابتل حسن وشفته وشفت إن بعض يعني بيتعامل مع التنفيزيين إزاي بيسيب لهم لأ ولما لأ يعني بعض الأخزام عاديين يبعدوه هذه الفكرة المتسلطة إنك إنت إضرب السوابة النجحة دي مش جديدة يعني وإذا نجحت فيها اللي بيدفع التمن العمل العام مش الشخص الشخص هيبعد ويشوف حاجة تانية ومش هيخسر حاجة لكن المكان اللي كان حيكسب هذا الفكر المنظم الحيادي الموضوع البناء خسر بغياب كوادر زكابتن حسن حمدي مش عايزة منه طبعا لما يجي الاعتراف دا من حد اشتغل في الأندية المنافسة وهو أقرب إليهم ولكنه عمل طويلا في اتحاد الكورة في لجان قانونية ولجان شؤون اللاعبين وكان حكما في كاسيم لقاط في بعض الخلافات في لجنة شؤون اللاعبين قبل الانضباط لا يبقى أتكلم له معنا لأنه هو بيقولك الأهلي بيفرز نظامه بيفرز هؤلاء القادة الملتزمين طيب ملتزمين ولا ملتزمون ملتزمين نموذج المدير سلطة المدير اختصاصات المدير في وجود مجلس الإدارة وفقا للنظام الأهلي من أول ما أمارست هذا العمل مديرة للنادي الأهلي وضعت الضوابط في عهد الكابتن صالح سليم أن أعداء مجالس الإدارة هم أعداء مجالس إدارة لرسم السياسات واتخاذ القرارات التي تطور من خدمات النادي وتطور من فرقه الرياضية وتحقق أهداف جماهيره وأحلامه من خلال إدارات تنفيذية يقودها المدير بكامل الصلاحيات أيها وأنا تمتعت أن أكون أيضاً المتحدث الرسم فلم يكن لأحد أن يدلي بتصريح أو عقد مؤتمرات إلا المدير هو اللي في مواجهة الإعلام والذي يتحدث يتحدث باللي هو عايزه؟ لا بسياسات المجلس يتحدث بما يتطفق عليه من المجلس لإبراز السياسات وتفسيرها والانتصار له أيها فكانت النموذج ضقيق جداً طورست طردت العمل جاء من بعدي وكان أعتقد من قبل يتمتعون بهذا أنا أتكلم اللي أصيرته تمتع بهذه الحقوق وصولاً إلى الدكتور سعد وهو نموذج كدر علمي مؤهل طبعاً أيضاً يعني يدي أبعاد أخرى ككدر علمي درس إدارة ودرس تسويق ودرس فيستطيع يقدر يدلي بداله في كثير من الملفات ولكنه يعلم حدوده أنا وأنا كنت قاعد في المجلس إذا أردت أن أتحدث في أمر كنت تستأزم للرئيس الجلسة طبعاً هو أنا يمكن أن أعلق لأنني عارف أن أنا أنا مش دوري أن أتكلم أنا دوري أن أدون ما يحدث وأجهز للمؤتمر الصحفي وأنافذ السياسات فكان يسمح ليه كان ما يسمح لغيري عندما يكون الموضوع في نطاق الخبرات يعني إذا أراد المجلس أن يناقش أمر في السياسات التسويق الرياضي مثلاً أو السياسات بتاعت التسويق الرياضي أو الرعاية أو أو وأراد الدكتور سعد أن يتحدث بالتأكيد من غير محضر كده سوف يسمح له ويستمع لرأيه بمنتهى الجدية وربما يؤخذ في كثير من الأحيات لأن الراجل ده ملعبه فمطلوب أن يدلي بدله ولكنه مش من نوع اللي بقى لا جماعة انت بتتكلمه في إيه الموضوع ده علمياً غلط ما يقدرش يقول كده ولا أنا ولا الدكتور سعد ولا حد حيعملها في النادي الآن كل واحد عارف حدوده ولذلك كان مجلس الإدارة يفوض بالصلاحيات ويعطيك كافة الوسائل لدعم هذه الصلاحيات إن ما كانش حد يشترك في نظام أو يحتكي بدلاب العمل التنفيذي إلا إذا طلب مدير النادي المساعدة فعندما كان يحدث شأن في النشاط الرياضي ومحتاج قرارات سريعة عملية كان يترك أو يطلب من المكتب التنفيذي التدخل وأنا شاهد عيال كان الكامتر يقول لي إيه يريد المكتب التنفيذي يساعدنا في كذا في كذا ويأخذ القرارات كذا فكان بيحصل هذا التزاوج بين بناء على طلب الأجهزة التنفيذية وأيضاً الكامتر خالد العاودي يتمتع بهذا الدعم بناء على طلبه طب لو هو شايف أنه مش محتاج دعم شيل الليلة إحنا مفقين وعايزين كده لكن طالماً أن الأمور فيها سياسات مالية وفيها بتاع وإنت بتدرسها من البداية اشرك المختص قل الشأ ولذلك قدرت تبنيه بسرعة لكن مش مش نتيجة أن حد بيقفز على صلاحيات حد لا يستطيع المدير التنفيذي أو المدير النشاط أن يتجاوز اختصصاته ها للسراتيجية ولا يستطيع أحد أن يتدخل في العمل التنفيذي إلا إذا طلب صاحب الشأن هكذا تدار الأمور في النادي الآلي يا جماعة والله يصدقوني حافظوا على سوابة الآلي يظل الآلي قوياً وشميخاً وكبيراً دي كانت إطلالة على دور المدير في نظام النادي الآلي وهيكله الإداري والتنظيمي لأن المسألة مش سهلة تمتحيل أن فيه مدير تنفيذي بيدير أربع أندية كل نادي منهم نادي الوحده دلوقت يعني ما هو المدير التنفيذي للنادي الآلي عنده النادي الآلي في الجزيرة وعنده النادي الآلي في مدينة نصر وعنده النادي الآلي في التجمع وعنده النادي الآلي في الشيخ زايد توسع كبير جداً يقوده هذا الرجل في سمفونية إدارية لو لو يكن هناك من القوة في هذا الجهاز الإداري التنظيمي ما كان الآلي وما نجح الآلي ولما سجل حسين حلمي شهدته بحق الدكتور سعد شلبي وقوة نظام النادي الاهلي نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف مخلفات القمة تكسب